السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني العدادي رجعنا لكم النهاردة ان شاء الله هنشرح يونت فورتين الواحدة الاربعتاشر الدرس الاول والتاني وهنبتدي ان شاء الله بالقعدة عنوان الواحدة معنا يعني مدارس حول العالم درس النهاردة طبعا اللي هو وابليجيشن وابليجيشن يعني الالزام او الضرورة وعدم الالزام الضرورة او الالزام وعدم الضرورة درس سهل خالص عندنا القعدة بتقول هنستخدم زاد المصدر هما الاتنين معناهم يجب ان او من الضروري ان طبعا هاف اخدناها الترمي الاول مع الاي والوي واليو والذي والهاز مع الهي والشي والإت او اي اسم مفرد او اي اسم جامع الهاف هنا هاف تو هاز تو معناها يجب ان هندي مثال هقول مثلا احنا نروح المدرسة اي اسم احنا لازم نروح المدرسة او سيكس ديز ديز او او اي اسم اي اسم عندنا مثلا يومين ايه اجازة هو لازم يروح للمدرسة يعني هي في الوقت المحدد يبقى دي القاعدة الأولى عندنا الإلزام بهاف تو وهاز تو هندخل على النفي اللي هو مش ضروري أو مش لازم والسؤال قاعدة النفي بتاعتنا النفي نفس النظام عندنا برضو هنبدأ في النفي هنقول وعندنا برضو زيد المصدر طيب مع مين برضو مع الجمع مع 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 المفرد يعني هقول مثلا احنا مش لازم نروح للمدرسة عشان يوم السبت عندنا أجازة مثلا اللي عنده السبت أجازة يقول احنا مش لازم مش بنروح هو مش متأخر يبقى هي هو مش لازم يعمل ايه؟ مش لازم يجري بسرعة لأنه مش ايه؟ مش متأخر ندخل على قاعدة السؤال عندي في السؤال زي ما احنا شايفين في السؤال هنسأل ياما بدو ياما بمين ياما بداز وبعد كده هندخل بالفاعل طبعا دو مع الجمع وداز مع المفرد وهف تو المصدر يعني هنا هل لازم نروح الساعة سبعة؟ ممكن نقول يس وهنا اليو تحول ونزلنا بدو أو نو طيب السؤال بعد استفهام عادي هنحط لات الاستفهام من بره هنا يعني اقول مثلا هي ليه؟ لازم تمشي الآن هقول وبكده هنكون وصلنا لنهاية الالزام يبقى الالزام هقوله تاني كده بسرعة القاعدة الرئيسية عندنا اللي هي قاعدة هف تو وهاس تو ادي قاعدة لقولها قاعدة الاسبات هف مع الجمع وهز مع المفرد النفي بدون تو دازنت اهو والسؤال بكلمتين اللي هما كلمة مين؟ كلمة دو او كلمة داز هنيرى اهم الكلمات اللي في الدرس الاول والتاني نيرسري 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 أهم الأفعال Get up, got up, got up Come into, came into, come into Formal, informal Private, public Outside, inside The same, different Necessary, unnecessary Young, old Nursery, nurse Listen, listen At lunch time Take or have private lessons We're going to take private lessons We're going to have private lessons In time, on time Do well, do exams Wear a uniform Practice sport at the weekend On the right, walk by herself Walk to, around the world Leg off H, at the edge of Four more than, come into درس الكروة معنا Three schools يعني ثلاث مدارس هيتكلموا هنا عن مدارس اليابان ومدارس مصر ومدارس البرازيل والاختلافات الموجودة والحاجات اللي لازم الناس تعملها واللي مش لازم الناس تعملها هنبدأ بمصر All children in Egypt كل الطلبة في مصر Have to لازم Go to school from the age of 6 to 15 من عمر المدرسة عندنا من عمر 6 سنوات لـ 15 They can go to the nursery school ممكن يروحوا الحضانة مش لازم From the age of four But they don't have to go يعني مش ضروري في ناس ما بتروحش At primary and preparatory في الابتداء وفي الاعدادي All students have to wear a uniform لازم يلبسوا زي موحد ده بالنسبة للتعليم في مصر هندخل على التعليم فين في اليابان Japanese students الطلبة في اليابان Don't have a uniform ما عندهمش زي زي ما في الصورة كده At primary school في الابتداء But they have to wear a uniform At secondary school لكن في السنوي لازم يلبسوا زي موحد They have to clean the school building هما اللي بينضفوا المدرسة في اليابان At lunch time في وقت الغداء بيتغدوا هناك Most students practice sport or music after school معظم الطلبة بتطلع تمارس رياضة أو بتتدرب موسيقى بعد المدرسة Many students العديد من الطلاب Also have private lessons بياخدوا دروس خاصة بعد المدرسة Although they don't have to go to this lesson على الرغم انهم مش لازم يروحوا الدروس الخاصة دي Many students go معظمهم بيروح Because they want to do well in their exams لانهم محتاجين يحلوا كويس فين في الامتحان In Brazil النوع الثالث Students don't have الطلبة في البرازيل مش لازم Go to school For more than five hours a day المدرسة ما بتزيدش عن خمس ساعات في اليوم Schools have different opening times المدارس بتفتح فوقات مختلفة لان عدد المدارس هناك وليل فطبعا بتكون المدرسة متقسمة لأكتر من فترة هناك lessons can be in the morning في مدارس بتشتغل اللي هي الفترة in the morning فترة صباحية ده في البرازيل وفي مدارس after noon بعد الظهر وفي مدارس or evening evening يعني امتى في المساء Brazilian children start school المدرسة في البرازيل أما تبدأ when they are six لما بيكون عندهم كم سنة عندهم ثلاث سنوات يبقى هو هنا في الدرس بيعمل لي comparison بيعمل لي مقارنة للتعليم في ثلاث مدارس المدارس المصرية والمدارس في اليابان والمدارس في البرازيل فيه أشياء فيها تشابه وفيه أشياء فيها طبعا ايه اختلاف طيب الدرس ده لما هنذكروا اللي هو three schools اللي هو three schools لما أنا في الامتحانة يقابلني هابلني طبعا غالبا يولي write a paragraph about your school about school in different countries عن schools in different countries يعني المدارس في البلاد في البلاد المختلفة أنا أدخل على النوت from the age of how to add the age of لاحظ الفرق from the age of to يعني من سن كذا إلى كذا children in Egypt to go to school from the age of six من سن سنوات two fifteen لحد خمستاش at the age of تساوي طبعا when اللي عندما أو في عمر children go to school at the age of six يعني في عمري كان ست سنوات a plus day a week month يروي تساوي every حرف الايه لما يجي قبل دول معناه every a day يعني كل يوم a week كل سبوء a month كل ايه كل عام what age تساوي how old يعني أمقول لك what age are you تساوي طبعا how old are you وبكده نكون انتهينا من الدرس الأول والثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة